يلا تعالوا نروح لأخبارنا النهاردة النادي الأهلي بيوافق على صفر حسين الشحات لإجراء جراحة الرجبة في قطر حالكم عارفين أنه حسين الشحات عنده إصابة في غضروف الرجبة ومجرد زدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه مساء الاثنين وافق على صفر حسين الشحات إلى دولة قطر لإجراء الجراحة عشان يرجع ويخود فترة التأهيد ثم التعافي والعودة للمشاركة مرة أخرى في تدريبات الفريق حالين على فكرة حسين الشحات حتى لو كان بيقدم مستويات متفاوتة مع الأهلي في الفترات الماضية بس الأهلي خسرانه جدا خسرانه خسرانه خسران طهر محمد طاهر وبرستاو تحديدا في مركز الأجنحة إصابات كثيرة في النادي الأهلي مركز مهم جدا سواء الجناح ليمين أو الجناح الأيسر الأمور صعبة جدا يرجع إن شاء الله سليم معافى بإذن الله في أسرع وقت للنادي الأهلي وبإذن الله كمان لمنتخب مصر نجم بقى النادي الأهلي ونجم منتخب مصر زف خبر سعيد جدا للنهاردة لجماهير النادي الأهلي وهو تعفيه الكامل من الإصابة وأقصد أكرم توفيق قلب الأسد اللاعب الكبير المهم جدا سواء في تشكيلة النادي الأهلي أو في تشكيلة منتخب مصر خسروا النادي الأهلي وخسروا منتخب مصر كان إصابة في الرباط الصليبي في كأس الأهم الأفريقية في المباراة الأولى وبعد كده غاب لفترة طويلة خضع لتدريبات تأهلية وعلاجية في الأشهر الماضية ونشر بعد كده على حسابه الرسمي على انستجرام مقطع فيديو كرياتف جدا فيه ابتكار بيأكد فيه أنه خلاص بقى سليم معافة وهيرجع يشارك مع فريقه في التدريبات في أقرب وقت ممكن حمد الله على السلامة يا قلب الأسد واحد من أرجل وأشجع وأفضل اللاعبين المصريين أكرم توفيق حمد الله على السلامة